ماذا قصة اليوتيوب السوري هاليومين؟ اجواني يسب بيسان ويسب شرفها كل التفاصيل شوفوا المقطع ولكن قبل بداية المقطع ارجاء اضغطوا على زر اللايك والاشتراكوا في القناة وتفعيل جرد جرس من اجل تنزيل مقاطع اكثر وبشكل يومي وهي نبدأ صراحة اليومين الدراما باليوتيوب السوري بشكل مش طبيعي اول شي عرفنا خروج ياسمين من فريق ففانابولي وبعدين اجواني طلع بمقطع وحيشة على وسام لكن هذا المقطع اغلب متابعين اجواني وحتى المو متابعين اجواني لاحظوا انه بي بعض الكلمات او بعض الجمل اللي قالها بالمقطع تعتبر مثل شفرات كان يقصد فيها شخص معين واغلب الاشخاص مثل ما شافين بالتعليقات اللي حتظهر امامكم كانوا يعتقدون انه بيسان ما نكرت هذا الشي ما نكرت انه كان يتعب كمان وانتك انت تعبتي بشي معين كان افكار ولا مونتاج ولا اي شي بعض الجماعة اشتغلنا نحن نكروا هذا الشي نكروا شهور نحن منتجلهم ونطلع افكار ونشرلهم اياها ونعلمهم كيف يفتحوا اليوتيوب ونعلمهم كيف يحطوا علاوين انت منسل هذا الشي براوو عليك وهو فعلا كان يقصد بيسان فعلا هو كان يقصد بيسان حتى اني صراحة اول ما شفتها شنتش عندي شيك يعني تقربا حسيت انه سبعين بالمية على بيسان بس مجد متأكد مية بالمية لكن من دخلت على التك توك حق بيسان شوفوا المقطع اللي شفتها منزلها او هي منزلها تعفوا يا جماعة بضحكوني العالم اللي بيطلعوا بيحكوا عن الخبسنة وهن اخبس خلق الله وبيطلعوا بيحكوا عن الاستغلال وهن اكتر الناس مستغلة مو الا انه انا ما حكيت عمايلكم والشغلات اللي عملتوها تفكروا حالكم ملاك مو انتو الملاك انا اللي بنت اصل او ماي جاد مثل ما شايفين واضح مية بالمية انه بيسان جاي تقصد اجواني هو اللي ينزل المقطع على انه وسام استغلاله ومن هالكلام وقاعد تقول انه اجواني هو اساسا استغلها لما كان ينزلها بالمقاطع ومن هالكلام ويا فعليا مية بالمية ووراها بشوي اهم ورجعت نزلت هذا المقطع اللي هم شوفوا هلا بدي اسألكن اذا اجا خاروف وترجاكي لحتى ترجعي تحكي معه وهو كل يوم عم يتخرفم مع بنت شكل وانتي قلعتي شو اول شي رح يحكي عنه اكيد شرفك اتوقع الوضع صار واضح جدا مية بالمية ماكو اي اختلاف جاي تقصد اجواني خاصة انه باخر فترة صار بير ينزل مع بنات كل يوم من ثلاثة ينزل مع بنت فهي اكيد جاي تقصد انه اجواني هو الخاروف وانه حاول انه يرجع يحكي معها وينزل مقاطع ولكنها رفضت في بعض الاشخاص قار يقول انه هي تقصد وسام ولكن ابدا الكلام ما يطبق على وسام ما اعرف الصراحة تكتبوني رأيكم بالكومنتات منه اكثر ولكن صراحة متأكد تقريبا مية بالمية ما اريد اقول تسعين بالمية لانه الكلام واضح واضح انه صراحة هي تقصد اجواني وجواني يقصد بيسام بالمقاطع للأسف الصراحة انه ما كانوا ثنائي يعني جميل في اليوتيوب صحيح ان قطعوا فترة يعني ولكن اتوقعنا كلهم انه حيرجعون خاصة بالاغنية تبع جواني اللي قال بيسو جنبي وما راح تتركني من الكلام فتوقعنا انه ممكن انه يرجع على بعض ولكن الواضح انه هذا الشي ما راح يصير اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات وهل تتوقعون ممكن انه مثلا ويسامي صير يصور مع بيسان وهل ممكن ياسميين تصير يصور مع اجواني الصراحة هيصير شي جدا غريب فخلينا نشوف ونتابع ان شاء الله كل شي يرجع عدير وما يصر يعني مشاكل يعني اعرف ان اغلبكم يرزيص هاي المشاكل ويحبها ولكن بالنهاية ان شاء الله كل شي الحل وبس وصلنا هنا على نهاية المقطع اتمنى لا تنسوا تحطون لايك تشتركوا بالقناة انو وصل اكثر عدد من اللايكات واشتراكات وبالنهاية الى اللقاء